مرحبا جميعا مرحبا في الفيديو في الفيديو اليوم لدينا مرحبا دعونا نحاول دعونا زي ما هاتوفوا بالفيديو دلوقت زي ما احنا ملاحظين هنلاقي الكلمة الاولانية اللي هي كلمة انجل انجل ما بدوه بحرفي ال ا انجل انجل طبعا انجل اسم ناو بمعنى ملاك زينك دي لو جينا الترانسكريبشن بتاعي عايزين نعفو حرفي ال ا بيتنطق ايه النطق الصحيح بتاعه هنلاقي النطق ايه قد الرمز بتاع الصوت بتاعه يعني نطقنا زي اسمه ايه ايه وده الرمز بتاعه انجل انجل شايفين السترس فين الضغط فين يا جماعي هتلاقيوه على اول اول الكلمة لانه ده اسم دايما الاسماء السترس على الاول اللي عايزين نقوله حرفي لقيت نضق ايه نضق ايه انجل انجل طيب دي ناوم يعني اسم طيب لو عايزة غيره واخليه صفة يعني عايزة اقول ايه ملائكي هل هتوقب انجلك انجلك زي داي ما هي دي ايه الحرف الايه تنضق زي اسم ايه ادي الرمز اهوب اهوب قال لي لا قال الصوت بتاع حرف الايه لما تحولت الكلمة الى اجكتف الى صفة يعني بيجيت معناها ملائكي اتغير صوت حرف الايه بدل ما بيجي مكان ايه في الاسم هني بيجي هنا ايه شايفيني زي ادي الرمز بتاعه ادي الصوت بتاعه بعد ايه الكلمة انجلك والاسترس بعندي الج يقب هينه لما حولت الكلمة من ناوم الى اجكتف الى صفة تمام؟ لما ضفت الاي سي حولتها الى صفة زي ما انتو شايفين صوت حرف الايه من الاسم للصفة تغير يعني انا لو بصيت على الكلمة من غير ما نعرف صوتها ولا سمعتها قبل كده كانت قول دي ايه انجل انجلك ماذا هي هي؟ قال لي لا قال لي تلاحظ ان حرف الايه في الاسم كان ايه ايه اما صفة بيجي ايه اه انجلك يبقى انجل انجلك وحرف الايه هنا في الكلمتين دولة لي كم صوت لي صوتين وخلي بالك عشان لما تبص على الكلمة ما تنطقهاش بمزاجك زي ما انتو شايفي لا لازم تكون سمعتي او تبحث عنها في قاموس دي حاجات مهمة خلي بالك يبهن حرف الايه بيجي لوسطين لما كان اسم كان ايه ولما بيجي صفة بيجي ايه اه انجل انجلي انجل انجلي حسنا اشتركوا في القناة شكرا